السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير جميعا بداية حابة أعرف عن مبادرتنا اللي بعنوان حافظ واللي تهتم بتأسيس مبادل إدخال لدى الأطفال طبعا مثل ما نعرف الأطفال عايشون حياتهم بشوائية ما يعرفون شيء ما إدخال ولا يعرفون أهميتها للأسف بعض الوالدين يظنون أن أطفالهم مو قادرين على استيعاب هذا المفهوم أو أنهم مو بحاجة له في عمرهم الحالي لكن في الحقيقة أنك تدرس مبدأ أو عادة طفلك من صغرة أسهل بكثير من تعليمتي كبرة وما أن فئة الأطفال تشكل نسبة كبيرة من المجتمع صبينا تركيزنا عليهم وصير واجب علينا نأسس فيهم مبادل الإدخال من هنا انطلقت فكرة تطبيق حافظ وهو عبارة عن تطبيق إدخالي يربط الوالدين بأبنائهم لوضع خطط إدخالية وإستال مكافآت لهم بكل تهولة لتحفيزهم على الاستمرارية يحتوي حافظ على العديد من المميزات لكذب الأطفال على سبيل المثال يوفر حافظ محفظة وبطاقة إدخالية تحتوي على المبلغ المدخر وما يقابلها من نقاط يوجد فيه بيئة نافتية شاركية مع الإخوة والأصدقاء تتيح له مشاهد استقديم الإدخالي لتعزيز الحمال يعمل حافظ أيضا على مذهجية التلعيف وهي عبارة عن تقسيم الهدف الإدخالي إلى مستويات وعند انتهاء كل مستوى يتم تقديم مكافآة للطفل وهي عبارة عن نقاط يمكن استفادة منها بكوبنات خصم أو هدايا بسيطة من المحلات المخببة لهم على سبيل المثال باستر روبرز مكتب السورية من خلال عمل شراثة اجتماعية معهم الحمد لله حقق حافظ مثارين من المثارات متابقة لقماني الحكيم أولا الإيجابية والمسؤولية الطفل صار مسؤول عن مصروفات المدخرات راح يقيس بنفسه أهمية الحاجة ليبغاها وهذا الجورة راح يعزز ثقة القفل بنفسه وراح ترفع مستوى الوعي من المسؤولية لدى الأطفال المثار الثاني اللي حققه في تطبيق حافظ هو غرس الأخلاق وتنميتها لدى الأطفال من خلال مقبتين الأولى راح يتيح تطبيق حافظ خاصية الصدقة لدى الأطفال طبعا راح تكون بمبلغ ميسر الغرض من هذا انه ننمي في صف العطاء ومساعدة الآخرين وفعل الخير النقطة الثانية في المثار غرس الأخلاق انه راح تتوفر مهام يومية تطبيق حافظ راح تنظر عن طريق تقنية تكالي الصناعي اللي راح تراعي أكيد عمر الطفل وقدراته طبعا راح تنظر لمهام يومية تتوفق مع إمكانياته مثل سطية العساطير سورة يميسر من القرآن أو قراءة شريف غيرها من المهام الجنية أو عن طريق الوالدين على سبيل المثال أداء مهام منزلية أو هلواجبات بالنسبة للتسويق راح يتنشر تطبيق حافظ بالأماس يتفر فيها تواجد الأفصال مثل مدارس ونوازي وقنوات أفصال وخلقات تحفيظ نجد أكبر عدد ممكن ختاما أهم مخرجاتنا من تطبيق حافظ أن الناس في أفصالنا مسؤولية متجاه المال سواء كان من ناحية الابتخار أو غيرها بالإضافة لتنية العادات الحميدة وغرس القيم والأخلاق بطرق مشوقة ومسلية تتناسب مع عمرهم وبإذن الله مع تطبيق حافظ راح نكون قادرين على رفع المستوى الابتخار للأسر السعودية وشكرا شكرا أعطيك العافية سمر أنت كنت سمعك تقولين سوى يعني هالتطبيق جديد